السلام عليكم يا ثامن اليوم ان شاء الله رايحين نبلش بالفصل الثاني وهو الرابطة الكيميائية والمعادلة الكيميائية بداية موجود عنا مقدمة عن البحر الميت مياه البحر الميت تحدث انه يحتوي البحر الميت على العديد من الاملاح التي توجد على شكل مركبات ايونية مثل كلوريد السوديوم كلوريد البوتاسيوم كلوريد الكاليسيوم كلوريد المغنيسيوم بروميد المغنيسيوم وكبريتات الكاليسيوم وهناك مركبات اخرى عديدة وتوجد فيه بملايين الاطنان وتعد هذه الاملاح ذات اهمية اقتصادية عالية فهي تستخدم بعد استخراجها في صناعات مختلفة ايضا هناك كميات كبيرة من هذه المركبات تصدر الى الخارج وتشكل صادرات هذه الاملاح نسبة كبيرة من اجمالي الصادرات الاردنية وبذلك تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الاردني المطلوب في الدرس يتعامل لازم نعرف ما هذه المركبات الايونية ما خصائصها وهل يوجد انواع اخرى من هذه المركبات وايضا لازم نعرف كيف تكونت هذه المركبات الكيميائية وكيف تم كتابة سياغ الكيميائية لهذه المركبات المخطط المطلوب دراستو بالفصل الحالي هو ان الروابط الكيميائية سوف ندرس مثال عليها وهي الرابطة الايونية تنشأ هذه الرابطة عند ارتباط ذرة تميل الى فقد الالكترونات مع ذرة اخرى تميل الى كسب الالكترونات الذرة التي تفقد الالكترونات زي ما حكنا تسمى ايون موجب اما الذرة التي تميل الى كسب الالكترونات تسمى او تكون ايون سالب ايضا سوف ندرس التفاعل الكيميائي وايضا التعبير عنه بمعادلة كيميائية الدرس الاول وهو الرابطة الايونية ايونيك بونت كلوريد البوتاسيوم هو احد اشهر الاملاح التي تستخرج من البحر الميت وهو مركب ايوني يدخل فيها العديد من الصناعات يستخدم في مجالات متعددة كيف ترتب الظرات العناصر بعضها ببعض في هذا المركب اذا سوف ندرس كلوريد البوتاسيوم وهو المركب الايوني الذي يتكون من ايونين او من ذرتين هي البوتاسيوم والكلور كيف تم تكوين هذا المركب بداية من خلال معرفة التوزيع الالكتروني لذرة البوتاسيوم والكلور سوف نجيب عن الاسئلة الاتية قبل ما نجيب عن الاسئلة الاتية يلا من ذكرني توزيع الالكتروني لذرة البوتاسيوم اول اشي البوتاسيوم كي عدد الذري تسعة عشر صح خلينا نكمل يا ثامن اول اشي بدنا نعرف كيف تكون مركب كلوريد البوتاسيوم وهو كي سي ال من خلال الاجابة عن الاسئلة الموجودة في الكتاب يا ثامن صفحة مية واثنى عشر كل يفتح معي اول اشي لازم نعرفه اللي هو التوزيع الالكتروني لكل من البوتاسيوم والكلور وهو البوتاسيوم والكلور هما الايونان الموجودان في المركب الايون اللي هو كي سي ال كي العدد الذري له تسعة عشر لو بدي اوزعه شو بيصير اثنين ثمانية ثمانية واحد صح طلمنا هذا التوزيع الالكتروني في الدروس السابقة الغلاف الاول بحتوى على الالكتروني الغلاف الثاني ثمانية الالكترونات الغلاف الثالث ثماني بيضل عنا الالكترون واحد بحطه في الغلاف الاخير سي ال العدد الذري الى سبعة عشر توزيع الالكتروني الى اثنين ثمانية سبعة طيب هس هذا العناصر اللي هو البوتاسيوم والكلور كيف تصل الى حالة الاستقرار نيجي على البوتاسيوم الغلاف الاخير فيه بحتوي على الالكترون واحد اذا حتى يصل الى حالة الاستقرار البوتاسيوم يجب ان يفقد الالكترون الاخير لازم يفقد الالكترون الاخير عشان يصر الغلاف الاخير عنده مكتمل اللي هو الغلاف الثالث ثمانية ويصبح مشابه لمن؟ للتوزيع الالكتروني لعنصر الارغون وهو العنصر النبيل AR18 حتى يصبح مشابه لتوزيع الالكترون لعنصر الارغون اللي هو عدد الذري ثمانطعش لازم البوتاسيوم يفقد الالكترون الاخير عنده طيب ننجح على الكلور كيف يصر الى حالة الاستقرار لكلور عنده الغلاف الاخير في سبعة شو لازم يكسب الالكترون واحد ولا يفقد السبع الالكترونات الاسهل انه يكسب الالكترون واحد حتى يصبح الغلاف الاخير عنده مكتمل يصبح ثمانية الالكترونات وبالتالي يصل الى حالة الاستقرار اذا البوتاسيوم حتى يصل لحالة الاستقرار يفقد الالكترون وبالتالي يصبح كموجب ايون موجب لانه فقط الالكترون السي الكلور حتى يصل الى حالة الاستقرار يجب ان يكسب الالكترون واحد ويصبح سي ال سالب لانه اكتسب الالكترون ويصبح ايون سالب اذا الايون الموجب هو الايون الذي يكتسب الالكترونات الايون السالب وهو الايون الذي يكتسب الالكترونات الموجب يفقد الالكترونات السالب يكتسب الالكترونات طيب هسه الكي لما فقد الالكترون لمن اعطاه؟ اعطاه للكلور اذا بتفاعلين البوتاسيوم والكلور مع بعض بتفقد مع بعض البوتاسيوم تحكي للكلور انا بفقد الالكترون حتى اصل الى حالة الاستقرار وانت بتكتس بهذا الالكترون وبتصلي الى حالة الاستقرار واحنا الاثنين مع بعض شو بنكون بنكون مركب ايوني اسمه KCL وهو كلوريد البوتاسيوم يسمى مركب ايوني والمركب الايوني هو المركب الذي يتكون من ايونين او اكثر ويرضبط بين ذراته روابط الالكترونية بنسميها روابط الالكترونية ومن الامثلة على المركب الايوني هو كلوريد البوتاسيوم KCL مفهوم يا ثامن اذا هذا احد الامثلة على الرابطة الايونية كيفية تكون الرابطة الايونية بيكون عندنا يا ثامن ذرتين او اكثر احداهما تفقد الالكترون واحد او اثنين ممكن مش ضروري بس الالكترون واحد عادي ممكن اثنين ممكن ثلاث المهم انها تصل الى حالة الاستقرار ايضا مثلا الثاني شو بيصير فيه واحد بفقد الثاني شو بيصير فيه بيكسب ممكن واحد او اثنين او ثلاث عادي المهم يصل الى حالة الاستقرار هذان الاثنين بتفقن مع بعض بعدين بيكون مكونين من ايونين او اكثر بترتبط بين ذراته روابط كيميائية والتالي ينتج مركب ايوني مركب ايوني هو المركب الذي يتكون من ايونين احداهما موجب والاخر سالب ماشي يا ثامن ارجعوني على صفحة مية واثنى عش على الاسئلة الموجودة يلا ما بعض خلينا نقرأها كيف يصل البوتاسيوم لحالة الاستقرار يلا تطلعي لعا التوزيع الالكتروني للبوتاسيوم كيف هو يصل الى حالة الاستقرار ممتازة عن طريق فقد الالكترون الموجود في الغلاف الاخير ما نوع الايون الذي يكونه ايون موجب لانه فقد اذا كون ايون موجب السؤال الثاني كيف يصل كلور الى حالة الاستقرار عن طريق كسب الالكترون واحد ما نوع الايون الذي يكونه ايون سالب اكتسب اذا بكون اللي ايون سالب السؤال الثالث ماذا يحدث عند اقتراب ذرة البوتاسيوم من ذرة الكلور الذي يحدث هو تجاذب كهربائي بين ايون البوتاسيوم الموجب وايون الكلور السالب ويرتبطان مع بعض بواسطة رابطة تسمى الرابطة الايونية ما نوع القوة التي تنشأ بين ايونين مختلفين في الشحنة استحكى تشنع القوة لتنشأ اسمها قوة تجاذب كهربائي اذا نوع القوة قوة تجاذب كهربائي وهي الرابطة الايونية نكمل يا ثامن اللي هو افتحولي على صفحة 113 الموجود عندنا المعادلة الكيميائية هاي هي بتبين اللي الرابطة بين الكلور والبوتاسيوم كيف هي طريقة كتابتها بواسطة طريقة تسمى رموز لويس ما هي رموز لويس؟ هي عبارة عن طريقة للتعبير عن الكترونات الغلاف الاخير حيث يكتب رمز ذرة العنصر ويوضع عليه نقاط تعبر عن عدد الكترونات اخر غلاف مثلا الكيميائية كم حكينا عدد الكترونات الغلاف الاخير فيها لما وزعنا الالكترونات فيها؟ كان عندها فقط الكترونات واحد في الغلاف الاخير اذا بحط عندها نقطة واحدة هاي هي رموز لويس كيفية التعبير عن الكترونات الغلاف الاخير بواسطة رموز لويس انه بحط نقاط بعدد الكترونات المستوى او الغلاف الاخير الكي كان عندها الكترونات واحد بحط نقطة واحدة زائد مع مين الكي تفاعل؟ زائد يعني تفاعل مع الكلور رمز الكلور كم عدد الكترونات الغلاف الاخير كان عند الكلور؟ سبعة الكترونات اذا بحض سبعة نقاط واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة هاي عدد الالكترونيات الغلاف الاخير عند الكلور الكي زائد السي ال يعني تفاعل مع بعض البوتاسيوم تفاعل مع الكلور سهم هاد بيدل على ايش انه انتج اللي هون مركب الايوني كي سي ال طيب لما تفاعل مع بعض شو صار الكي فقد معناته بحض فوقه اشارة موجبة ال سي ال اكتسب بحض فوقه اشارة سالبة و بحض عدد الالكترونات غلاف الاخير ال كي خلص فقد الالكترونات معناته ما بحض نقاط عليه اما ال سي ال ال اكتسب صار عنده ثمانية الالكترونات بحط ثمانية إلكترونات حوالين السي ال هذا الإلكترون اللي هون اللي هو اللي اكتسبه من البوتاسيوم ماشية ثامن إذن هاي طريقة للتعبير عن اللي هو الرابطة الأيونية بواسطة رموز لويس رموز لويس هي طريقة للتعبير عن عدد الإلكترونات بوضع نقاط أو حوالين يعني رمز العنصر حسب عدد الإلكترونات الموجودة فيه الغلاف الأخير في عنا مثال موجود صفحة 113 وضح كيف تنشأ الرابطة الأيونية بين المغنيسيوم والفلور إذا علمتي أن العدد الذري للمغنيسيوم 12 وللفلور 9 يلا خلينا نحلو مع بعض يا ثامن عنا أول إشي دائما لازم لما تجي تحلي زي هاي الأمثل يا ثامن لازم تعمل التوزيع الإلكتروني للذرات المغنيسيوم عدد الذري 12 بوزع يلا 2 8 2 صح؟ الفلور F عدد الذري 9 يلا كيف توزيع F 9 2 7 صح؟ بس 2 7 حتى يستقر لازم يفقد الإلكترونين الموجودات فيها الغلاف الأخير موجب 2 لأنه فقط إلكترونين. حكيت لكم مش ضروري بس إلكترون واحد يفقد. ممكن اثنين ثلاث صح واحد اثنين ثلاث. طيب الاف لفلور تسعة آخر غلاف عنده سبعة. كيف بدو يصل الى حالة الاستقرار عن طريق كسب إلكترون واحد بدو يكتسب إلكترون واحد صح. شو بصير شحنته شو بتصير شحنته بصير اف سالب. نعنى بدي يكتسب إلكترون واحد. إذن حتى يصل المغنيسيوم لحالة الاستقرار يجب أن يفقد إلكترونين. وحتى يصل الفلور إلى حالة الاستقرار يجب أن يكتسب إلكترون واحد. شو اللي بصير تنشأ رابطة آيونية بين الآيون الموجب اللي هو مجي موجب اثنين والآيون السالب اللي هو أف سالب واحد. تسمى هذه هي قوة تجاذب بالرابطة الآيونية. تسمى بيه الرابطة الآيونية وحتى تساوى الشحنات الموجب مع السالب لازم يكون فيه تساوى بين عدد الشحنات. شو اللي بصير؟ شو يعني انه بتساوى عدد الشحنات يا ثامن؟ يعني انه يبقى المجموعة الجبري لشحنات المركب يساوي صفر. ناشي? هون عنا موجب اثنين وعنا هون سالب واحد. لازم يكون الشحنات متساوية. شو اللي بصير حتى كل ايون واحد من المغنيسيوم برتبط بايونين من الفلورل المغنيسيوم لا غدو يفقد الكترونين use ومين بيعطية لذرة الفلوروم. يعني المغنيسيوم يعطي الكترون واحد لذرة فلور seams برجع بعض الالكترون الثاني لمين لذرة فلور ثانية الفلور هاي ما بتقدر تاخذ الالكترونين هي بدها بس الالكترون واحد حتى تصل الى حالة الاستقرار والمغنيسيوم بدي يفقد الالكترونين طبعا بروح فيه الالكترون الثاني برجع بتفاعل مع ذرة فلور ثانية اذا كل ذرة مغنيسيوم تتفاعل مع ذرتين فلور وينتج مركب اسمه M G F 2 مفهوم يا ثامن اذا هذه هي الرابطة الايونية يجب عليك ان تتفاعل مع ذرتين فلور ويسمى هذا المركب M G F 2 اللي هو فلوريد المغنيسيوم في عندنا درس كمان شوي مناخذه اللي هو كيفية تسمية المركبات الايونية يعني ليش سميته بهذا الاسم اللي هو فلوريد المغنيسيوم مفهوم يا ثامن اذا هذه هي الرابطة الايونية يجب علينا ان نعرف ان من اهم صفات المركبات الايونية ان قوة تجاذب بين ايوناتها كبيرة لذلك فدرجة انصهارها مرتفعة حتى نصر المركبات الايونية نحتاج الى درجات حرارة عالية جدا ليش؟ لان قوة تجاذب بين ايوناتها كبيرة ايضا من اهم صفاتها انها توصل التيار الكهربائي في حالة المحلول او المسهور طيب في عنا واجب مع قوة ثامن اللي هو تطوير المعرفة صفحة 114 بذل عنا التقويم والتأمل يلا خلينا نحله مع بعض اللي هو صفحة 114 افتحيلي عليه قوة ثامن خلينا نكمل حل اسللة التقويم والتأمل السؤال كلوريد الكاليسيوم مركب ايوني يوجد في مياه البحر الميت ويعد مركبا ذا اهمية اقتصادية وضح بالرسم كيف يرتبط الكلور مع الكاليسيوم في هذا المركب بداية بدنا العدد الذري لكل من الكاليسيوم والكلور العدد الذري للكاليسيوم 20 التوزيع الالكتروني 2-8-8-2 التوزيع الالكتروني للكلور 17-2-8-7 كيف يصل لحالة الاستقرار الكاليسيوم والكلور؟ الكاليسيوم حتى يصل الى حالة الاستقرار يجب ان يفقد الكاليسيوم حتى يصل لحالة الاستقرار الحل andra وبالتالي يصبح ايون موجة يصبح سالب لأنه فقط إلكترونين الكلور حتى يصل إلى حالة الاستقرار يجب أن يكتسب إلكترون واحد حتى يصبح مستقر إذن يصبح آيون سالب سي أل سالب طيب برتبطا بواسطة رابطة آيونية أو بنشأ بناتنا قوة تجاذب اللي هي الكاليسيوم مع الكلور ترتبطا بواسطة رابطة آيونية أو قوة تجاذب وبالتالي يتكون عندنا مركب اسمه سي أي سي أل تو يعني كل ذرة كاليسيوم واحدة بترتبط بذرتين كلور صح حسنا قبل شوي المثال السابق وأن الكاليسيوم بده يفقد إلكترونين لم يبعطيهن بعطي كل إلكترون لذرة كلور بصير بنتج لدينا المركب الأيوني سي أي سي أل تو اللي هي كل ذرة كاليسيوم بترتبط مع ذرتين كلور بدناش مش مطلوب من كل رسمية ثامن خلينا بس اللي هو كيفية تكون الرابطة الآيونية كل ذرة كاليسيوم بترتبط مع ذرتين كلور وبالتالي يكون المركب الآيوني سي أل تو اسمه كلوريد الكاليسيوم ترجمة نانسي قنقر